ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا وبعد الاخوة الفضلاء الطلاب الاكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم وهذا اول لقاء لنا بكم بالطلب الجدد ونسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد وان شاء الله تحرص على هذه المنابر وهذه الحلقات التي تجدون فيها ان شاء الله دين الله القيم والدين الصحيح الذي لا تجدونه في كثير من المنابر التي هي في الجامعات وانا اريد ان اطمئنا الطلاب جميعا ان هذه الدعوة وهذه المنابر لا تنتمي لحزب اول حاجة شانت اطمن شوف دعوتنا دين احنا ما عندنا حزب ولا عندنا جماعة كفرنا بين كلهم الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين كل هذه ما بتنفع فهنا نحن ندعوك لالله ولدين النبي عليه الصلاة والسلام شانت اطمن خالص انه نحن لابنا ندعوك ليا جماعة ولا عندنا حزب ولا عندنا انتخابات ولا اي حاجة ندعوك لانك تمسك في الله توحد ربنا وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وخليك كده مسلم شانت نجي نقعد معاك بنوريك أو ننصحك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فان شاء الله انا اتوقف مع آية من كتاب الله جل وعلا وهي في صورة النور يقول الله جل وعلا فيها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذه الآية من سورة النور نقل ابن كثير فيها أثر عن أبي العالية أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى التوحيد عشر سنين عشر سنين يدعون إلى التوحيد سرا في مكة ولم يؤمروا حينئذ بالقتال ثم بعد هاجروا إلى المدينة فقدموها وأمروا بالقتال فصاروا خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح فصبروا إلى ما شاء الله إلى أن قال رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبد الدهر هكذا نحن خائفون أما يأتي علينا يوم نضع نأمن فيه ونضع عنا السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلسوا الرجل منكم في القوم في الملأ العظيم وليست معه حديدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ففتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب كلها فتحت بعد إنزال هذه الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما آمنوا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم جزيرة العرب ثم بعد ذلك قبض الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان ثم وقعوا فيما وقعوا فيه فغيروا فغير بهم إذا علم ذلك فالمنهج الذي انتصر به النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الدعوة إلى التوحيد العمل بالتوحيد والدعوة إلى ذلك والإخلاص والموت على دين الله جل وعلا لذلك فتح الله عليهم وعندما غير الناس وبدلوا غير بهم لذلك بتلقى الأمة دي الآن أمة ضعيفة جدا ليه ليه الأمة دي ضعيفة وليه نحن نعتبر بيقول لها شنو الأمة السالثة أو يعني أمة ضعيفة جدا وأمة فغيرة ليه المشكلة شنو فأي حاجة تحيد فأي حاجة الأمة دي نازل تحيد حتى في الكورة ذاته آخر ناس مش كده فأي شيء منتهيين المشكلة شنو المشكلة شنو المشكلة إنو الناس دي ما عملت بالتوحيد ناس ما عرفوا التوحيد في إمتى وما عرفوا أهمية التوحيد والدعوة إلى الله أشاء كده ربنا سبحانه وتعالى وعدك ومن أصدقوا من الله قيل الله قال ليك في القرآن الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم إذا آمنت الله وعدك إذا حققت الإيمان الوعد إذا بيتحقك الله قال ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ذات استخلف الأمة دي تبقى فوق وربنا سبحانه وتعالى يجعلها يعني على هذه الأمم ده بيكون بالتوحيد والعقيدة الصحية بالتوحيد الذي من أجله خلق الخلق قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن أجله أرسل الله الرسل قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقوت وقال الله جل وعلا أيضا في شأن هذا الأمر العظيم التوحيد قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون عرفتها؟ لكن البلد لما جا فيها جا فيها صوفية وجا شيريك وكفر وجا البرعي دعا على الكفر والشيريك الناس دي رجعت ورا فإمتى كلامي؟ عشان كده الوعد بتحقق بالتوحيد والعقيدة الصحيحة وده ده بوريك هم يد التوحيد بوريك هم يد التوحيد وبوريك فساد هذه الأحزاب وهذه الجماعات وهذه التكتلات التي لم تدعوا إلى خير هذه الأمة أص ما دعوا لخير الأمة دي لا أخوان مسلمين ولا جبهجية ولا أنصر صنة ولا غيره كلهم ما دعوا لخير هذه الأمة لأن الخير إنما يكون بالتوحيد ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وأعظم معروف يؤمر به هو توحيد الله جل وعلا لذلك نقل ابن كثير أيضا في هذه الآية الأثر أو الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويا لي منها ده ما أسه ده ما الناس الموجودين الآن ما الصوفية ده فهمت ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع الناس بالشرك والكفر ربنا بيرفع الناس بالتوحيد وده بيوريك أهمية التوحيد والعقيدة الصحيحة لذلك التوحيد ده بيجيب خير الليلة جايطين الشيوعين وغيرهم ودارين اقتصاد في البلد والبلد والاقتصاد الرأسمالي رجل أنت تمشي وين انت انت بتتمشي وين انت شيوعي بتمشي وين في انت ما بتمشي قدامي أزول حتى تؤمن بالله لأن ربنا وعد المؤمنين إن ربنا يفتح عليهم خيرات وبركات من السماء والأرض والآية في سورة الأعراف أي مسلم القرآن ده بالنسبة له حجة ربنا سبحانه وتعالى يقول قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين ربنا قال في سورة الأعراف قال الله جل وعلا ربنا ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا كذبوا بيقوا صوفية كذبوا بيقوا شيوعين كذبوا بيقوا شعبيين تابعين للتراب ذاك الرجل الذي ليس له في الإسلام لا ناقة ولا جمل في انت كلامي كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون عشان كده انت تعبان في انت بتتخرج هنا بتقعد عشر سنين معلقة الشهادة بتاعتك ما في شغل بتقال ما في شغل ليه لأنه في صوفي بيكون قريب عمل له قبة اه والناس بتطوب بالقبة انت هنا قاعد مفلس دات حددت دات أغنى دات حاربة الفلس حاربة الصوفية والله نصيح عليكم والله العظيم داتة مش قدام حاربة الناس ديل بس كويس لأنه ده غرآن ربنا قال لك في القرآن في سورة المائدة أنا بقرأ عليك آيات ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى في سورة المائدة يقول الله جل وعلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم تأكل من فوق تحيد بالقرآن بالتوحيد فهمت كلامي من فوق تنزل مطر وينعش الاقتصاد وتفتح المصانع والشركات فيجد كل الطلاب وكل الخريجين أماكن للرزق وكذلك من الأرض يخرج البترول وتخرج المعادن وغيرها من من الثمرات لذلك الله قال لك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يحكمون وفعلاً كثير كذلك في الطرق الصوفية كم طريقة في البلد قريب كم مئة طريقة مئة وزيادة ديال شغالين شنواسي قدموا شنون البلد دي الصوفية ديال قدموا شنون للسودان قدموا حاجة فلاي ما قدموا لبلد دي إلا الشريك والكفر أولاً يقولوا كوز يجي كوز معفين يقول لك الجماعة تدخل الإسلام يا زل انت مالكم الإسلام انت ذاتك مالكم الإسلام فقعد بره يخليك بعيد هناك تما عندك شغل بالإسلام أصلاً وكتبك موجودة هنا في إمتى كتب بتاع السيد غطب كلها قاعدة قريب لأي كوز بكورك وفرفير عندنا الكتب موجودة إلا تقعد بره بس فأين تذهبون يا صوفية ويا كيزان في إمتى كلامي فإذا كان في شيرك زي ده تقول لي دخل الإسلام إسلام يأتي أنا بفتح لك الكتب بس يأتي إسلام أدخلوا الصوفية أي نوع من الإسلام يا أخي إذا كان الصوفي دد البرع هنا برع داسي في أي حافلة ممكن في كل خمسة حفلات بتلقى معلقين صورته لازم تلقى واحدة في كل خمسة حفلات فهمت كلامي معلقين لك صورته غوز زمانه البرع برع ده قدم شنو الأمة دي حاجة كده تنفع الناس قدم شنو عنده قصائده وعنده كتب كتب البرع فهمت كلامي وده ديوان من ديوان من كتب البرع وكتب بيد ديوانو عشان تاني ما في ذول يكون حساس جدا لأنه في ناس حساسين نحن عارفين يقول لك يا أخي برع والناس ديوان ما كانت تقول كده والصوفي ديو برع برع كيف يا زول كده تأمشي البرع ده قل لي برع بعدها كتعلينة انت تقول لبرع ده أكفر برع عشان أنا أرد عليه برع كويس أو ده البرع يا زول أو ده كتاب البرع تقول لي برع برع بتاع شنو شوف البرع ده بقول في شنو تقول لي بالراحة الراحة أنا سايق موتر يا أخي الراحة بتاع شنو يا زول ده ده البرع أنا البرع بقول في شنو تقول لي صوفي أدخل الإسلام يا كوز صوفي أدخل الإسلام يعطوا إسلام ده كويس أهو ده البرع قال بتكلم كويس بتكلم عن شيخ من الشيوخ والبرع ده ما مدح النبي أصلا ما مدح النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأشرك فيه شوف أي مدح أي مدحة مدحة البرع في النبي عليه الصلاة والسلام لازم تلقى فيه كفر غلو والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القلو في دائرة قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والقلو فإنما أهلك من كان قبلكم القلو شوف البرع هنا بقول شنو في شيوخه قال بيتكلم قال شف تفل الحمى وحيا الجمجمة أحيا شنو الجمجمة الجمجمة دي معنى زو الميت موش كده بعد ما يموت العظام دي بسموه جمجمة بتاعت الرأس موش كده وأحيا الجمجمة معنى بيحي الموتة يعني معنى الشيخ بتاعه بيحي الموتة في زوال بيحي الموتة مع الله يا مسلمين يا طلبة ربنا قال كده نقرأ الغرآن نشوف البرع دي عندي علاقة مع الغرآن عشان ما يقول لك فتح خلاوي دي الخلاوي بيطلع ده ها الخلاوي بيطلع الكفر ده والله إذا أصلاً إذا الخلاوي دي بيطلع كفر زي ده مفروض يقفلوها إذا أصلاً بيطلع كفر هاو بيطلع نازل البرع ده مفروض يقفلوها زاده في إمتى؟ ربنا قال في سورة الغرآن في سورة يونس الآية رقم 62 الله قال هو يحيي ويميت وإليه ترجعون الآية دي فطة اللي شنصوا فيها البرع فطة الآية دي مش قاله حفظها الغرآن الآية دي فطة الله قال في سورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ سؤال موجه للبرع ومن كان على شاكلته من المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم في إمتى؟ هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ في درويش بيعمل الشغل لا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبهر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الآن الليلة الآية للشغل المصيب من المصائب ومن الضنق وغيرها مما عندنا من المعيشة إنما بسبب هذا الشرك إنما كل ذلك بسبب الشرك والصوفية والبرع البنشر في الكفر الله قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلوا كان أكثرهم مشركين في إمتى؟ فدبقوا لك بيحيج جمجم البرع ده قدم حاجة للدينسي ده فيه نصر للدين ده نصر للدينسي ده 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 شيخ ده ولي يقول لك ما يتكلم في الأولياء ده ده يهو ده الولي أتحدى أي درويش صوفي وما بيجي أنا عارف محمد المنتصر ماجا محمد المنتصر أكبر درويش لا فيه قدر ما أخوانا ده المسلوف حتى بيشروت بيجري فإمتى؟ نتحدىهم كلهم تعال جيب دليل إنه شيخك بيحي الموتى ونحن بنقول لك القرآن والقرآن دفرتك أي قبة ربنا قال في القرآن الكريم الله قال بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون في إمتى كلامي؟ يا أخي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول في سورة الشورى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ده يقول لك أحيا الجمجمة وكم أحيا في إمتى كلامي أشكدها في كتاب رياضة الجنة ونرد جنة برضو للبرعي ونحن ما زلنا نركز على هذا المدعو البرعي ما بنخليه أبدا كان كوركت يا كوز تقيت رأسك مع الحيطة شفت ترشكت حفرت الواطا غتست ما بنخليه أصبب نخليه برعي ده فإنت كلامي؟ فده ده كلام شوف البرعي قال ألم ترى أن الله أيده ده شيخ أحمد الطيب البشير السماني ألم ترى أن الله أيده بما يقوم قام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا قال كإحيائه شنو؟ ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلب والكلام ده فسروا لك في قصيدة تانية في كتاب لك كل كفر تنتغل من كتاب لكتاب من كفر إلى كفر أكبر وإنت ماشي فهمت كلامي؟ قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد ده البرعي القلب البيت ولد كيف يتعير كوز يجي فسيره بعدين تنتغل من كلام ده هل رح لدنا البيت لكن هؤلاء والوحيدين ِ زال البيت المسلمين صار الصنى ديل عبارة عن جناح من اجنهة جماعة الاخوان المسلمين. اخوان مسلمي جناحا صار الصنى. هل في liberalمت كلامي? ديلا اخوان مسلمي وانا جاييك اصبر انا نبتتان الليسة ما جيتك. لا. في امت كلامي? دية لام خوان مسلمين بردو وانحنا بنكشفهم لك هنا بالكتب عندهم كتب برضو. في امت كلامي? فالجماعة ديال البرع كده نفتح لك البرعي ده نقرة ثاني كويس بتكلم هنا البرعي قال بتكلم عنها قال خيله التاتاية للعالم تاية للعالم تاية زي والدة التاية ده ده ما قل له تياسي ها ماشا قدام قال كف العطاية بنقود مطايا اكرام وعطايا محلين خطايا شفت الكفر وقال محا خطايا في زول بيمه خطايا مع الله يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال شنو في القرآن الكريم وهو الغفور الرحيم ده الله يا برعي انت ما عارف لسه ده شيخ أسي ده ولي والله إلا ولي لإبليس وهو أصلا ولي لإبليس ما ولي بتاع ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الرسول بمحا الخطايا النبي بمحا الخطايا ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران ده الغرآن ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله في لغة العرب برعي ده لا قرى عربي لا قرى غرآن لا عنده علاقة ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا إلا الله ما في زولتاني بيغفر ده بيتكلم عن ولدت والدتاية ده الكورة كالبرعي الزنك أظن الزنه ده أكتر زول بينادي والبرعي يستغذ به لمن الزنك دار يموت وربنا نرسل لي حصوة في إمتى ودي جنود دي جند من جنود الله وربنا سبحانه وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو فرتكته نهاية وتفرتك أي زولتاني يجي مارك زي البرعي ونحن نستبشر في محمد المنتصر إن شاء الله ربنا نرسل له جندي صغير يدمروا لينا مرة واحدة ونحن بندمروا هنا قبل ما تجيوا الحصوة في إمتى كلامي البرعي لمن جعتوا الحصوة بيغينادي مع مشرك في إمتى كلامي قال هيا أبو التاية دا التاية دا ذاته وحامد بعصاية تزيل الحصاية وأمرات كلاية عنده كلا بدل ما ينادي الله ودا الدين بتعصو فيها بتنادي الشيخ في إمتى كلامي الحصاية دي بزيل أمنه بزيل الشيخ يا أخي دا دا شنو دا دا دين بتاع شنو في إمتى الله قال في القرآن الكريم وإذا مردت فهو يشفين دا دا التاية دا أبو التاية هسي يخ الله قال وإذا مردت فهو يشفين الله قال في سورة في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير دا قرآن الكريم دا قرآن كريم في إمتى كلامي دا قرآن دا قرآن بفرتك ليك أي طريقة صوفية قاعدة في البلد في إمتى دا دا الدين بتاع الصوفية دا دا نموذج صغير من البرعي ودي النقطة الثانية يمكن هل أن دا نتكلم فيها بعد ما تكلمنا يعني قليلا عن اللي هو أهمية التوحيد نتكلم عن سبب انحراف الناس في التوحيد بعد ما عرفنا أن التوحيد دا ربنا بيرزو وقبيو وربنا يعلو ويرفح هذه الأمة بالتوحيد والعغيدة صحيحة ليه الناس دي رجعت كده السبب شنو إنه الأمة دي انتكست في التوحيد وحاربت دعاة التوحيد وحاربت دين الله ليه السبب منه السبب أول حاجة لأئمة المضلين زي البرعي دا والجماعة المعاوه كويس دا أول سبب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوفوا ما أخافوا على أمتي الأئمة المضلين الجماعة جناصة البرعي انت بتكون فهمتا بتكون مسلم وماشي عديل إليم فيك شيخ طريقة يقول لك تعال نديك الطريق ودي مدى المقلب ذاته هنا انت بتخش بتكفر من الحتة دي أول ما يقول لك نديك الطريق ما في طريق في الدين يا أزول طريق بتاع شنو طريق بتاع شنو ما في حاجة يسمى طريق في طريق واحد بس طريق النبي صلى الله عليه وسلم الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة دا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام دا الطريق شاكد ربنا قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل قال لك تاني ما تتبعي طريق فتفرق بكم فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به دي وصيت الله الله وصاك دي الوصية بتاع ربنا سبحانه وتعالى سناس كتار ما جاء بي الخبر الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل دي بتعمل شنو السبل والجماعات والأحزاب كله ربنا قال فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دي الوصية بتاع ربنا سبحانه وتعالى كويس فأول ما تخوش الطريقة بمسك فيك واحد زي المرعدة أستاذك يا فقير دي أول حاجة بعلموك له دي ألف باتاسا في الطرق الصوفية كن عنده زليل حقير لا تميل أبدا لغير في كربك عنده لما تزنك خالص تهمتها تنده الشيخ بتاعك ترعي فينا ولا أي واحد من الدراوش ديل في كربك عنده بتغيثك جنده لا تضحك عنده تهمتها؟ دا الدين بتاع الصوفية الصلوم من تبقى صوفي يتنادي كده وما في صوفي كويس أوات تخيل يا الطالب أنه في صوفية كويسين صوفية كعبين كلهم واحد الطرق الصوفية دي أي طريقة في البلد دي طريقة في ضلال واضح مبين تهمتها كرامي ما في طريقة في خير أبدا في البلد دي تهمتها والكتب كلها موجودة هنا بتاع الطرق دي كلها موجودة دا ده كتاب البرعي كويس ديل الختمية أنت عرف أنه ما في طريقة فيها وديل أسباب ديل من أسباب انحراف الناس في العقيدة وديل من أسباب الضنق والفغر والفلس ياهو الجماعة ديل دا التحارب الفلس حارب ديل بس والله يبنصعك والدين دا زي ما وريتك نحن ما جماعة ما جماعة انت الموضوع دا موضوعك الموضوع بتاع العقيدة دا موضوعك انت زاته مفروض تحارب الشرك لأنه دل بطعنوا في عقيدتك يا طالب همت كلامي بطعنوا في دينك انت لما نجد دا محمد عثمان الميرغن هنا صفحة مية خمسة وعشرين كويس وده دا مسجد هنا في بحري فيهمتها يوم الجمعة ما بتقدر تقطع الظلط بهناك بيكونوا قافلينه كويس لما نجي جول زي دا عانا عن دا بقول شنو ها وده بطعن في دينك انت ما بطعن فينا لانه زي ما قلت لك انا ما جماعة انصار السنة وبنتغي انصار السنة ديل زاتهم كويس دا ان احنا بننتقدهم عندنا عليهم مآخز بجيك بعد الصوفية ديل بجيك لهم لكن كده انت شوف دا دا بطعن فيك عشان ما تحتبر انه انا بدعوك يا جماعة وانه نحن بنحارب الناس ديل لانه حاربوا جماعتنا او حاربوا ناسنا او حاربوا شيوخنا ديل حاربوا الله بتاعنا وبتاعك انت ذاتك فيمتها الناس ديل حاربوا رب العالمين قال انت بتعبد وانا بعبد انحنا كلنا سوا مسلمين ربنا قال هو سماكم المسلمين تاني ما في حاجة فيمتها دا هنا بتكلم شوف شوف محمد عثمان الميرغان دا شوف بيقول شنو قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي قال دي كلها في يده العرش والفرش والأكوان كلها يبقى دي مشكلته معه ليحنا يا جماعة دي مشكلته مع الله رجل الله مشكلته مع دينا الإسلام ماشى قدام قال فكل فضل سمى في الكون من فضلي قال فإنما هو من فضلي من مني وإفضالي وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي وكل قوث به دان الوجود له أعطه خلعة من سندس القالي إلى أن قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقاً وخلقاً بترديدي وترحالي كفر بأله كفر بربنا سبحانه وتعالى كويس؟ أنا الوجود قال الذي قام الوجود به حقاً وخلقاً بترديدي وترحالي إلى أن قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمال قال قاعد فوق العرش قاعد فوق يبقى الزول دا مشكلته معنا نحن يا جماعة دا مشكلته مع دينك إنت مع دين الإسلام اللي أنت بتحتنغب فلابد هؤلاء أن يحاربوا من جميع فئات الأمة أجي زول مفروض يحارب الناس دي والله لابد نحاربهم إذا دارين خير ينزل من فوق لابد نحارب الصوفية دي حتى نرتفع بالتوحيد الذي وعد الله جل وعلا به بالاستخلاف في الأرض ووعد به بالخير الذي ينزل على الأمة ووعد الله جل وعلا بالتمقين والأمن ومن أصدق من الله قيله كويس؟ دا دا دين بتاع الصوفية دا دين الصوفية تاني ما في أي عزر للصوفية ما في زول يقدر يعزر الصوفية دين دينه تبوا بيدينه ربنا قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون كده أديك شغل يمكن ما تلقاه في فيلم هندي كده أديك حاجة بسيطة كده أديك حاجة بسيطة عشانا دخل زول وراه كويس؟ دا دا كتابة طبغات دا ظنو بقروه عندكم هنا في جامعة الخرطوم كتابة طبغات في قصة الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان ديال الصالحين بتاعنا ودال كلهم ما صالحين نطمين كلهم ما صالحين وبالناغش الموضوع دا تور بروفيسر فهمت رئيس جماعة رئيس حزيب دير ويش سايب الناغش في الموضوع دا انو ديال ما صالحين ولا عندهم علاقة بالصلاح وإنت كده أشغل عقلك دا كده شوف ديال صالحين كويس دا بيتكلم هنا قال الشيخ يعقد للطير صفحة 197 كده انت حاول تخيل إنه شيخ شيخ بعقد للطيور دا معزول خاص للطيور فيه انت كلامي شغال مع الطيور بيقبض كم الله أعلم لكن بعقد للطيور غايته كده انت حاول شوف أزول الله كويس أنا ما عارف في الدفل عقد كم لكن قال بعقد للطير صفحة 1597 يا دا دين بضحك يا أخي لك حاك تضحك من الله إليك حاك تضحك فيه انت كلامي قال منها دا الشيخ قال موسى بن يعقوب واني احنا ما أنهو مالو يا أخي موسى والعي واني احنا ما أنهو مالو موسى بتاكم دا إحنا ما أنهو مالو إحنا الله بيسألنا عن موسى يا ابن يعقوب دا ما أنهو مالو الكتاب دا كله قص في الجماعة دا وشيخي حسن واتحسونا بكم ما أنهو مالو إحنا بنلقى فيه أجر إحنا ما أنهو مالو يا أخي فيمتا لكن دار يعلقوك بنا في النهاية دار يعلقوك بها شخاص فيمتا وإحنا هنا دان نعلقك بها الله سبحانه وتعالى لا شيخنا لا شوف أسمع كلامي شيوخنا القاعدين دا قال يمكن يكونوا قاعدين برا ما أبنى علقك بواحد منهم ولا من علمانا إنما تتعلق بالحي الذي لا يموت الله بس فيمتا كلامي ربنا براو بكفيك الله قال أليس الله بكافي عبده الله بكفيك يا زولتاني لا عندك علاقة بحزيب لا شفت لا تمشي تحضر لشعبيين ولا شيوعين ولا صوفية ولا نصرصنة ولا غيرهم أمسك في الله دا وعرف الحق وابقى مارك فيمتا كده نديك الشيخة البتاع الطيور دا قال منها علمه بمنطقة الطير دا الشيخ موسى بن يعقوب أها وبعدين بتكلم بالطير دا دا علم قال ذات يوم وهو جالس والمشاط يمشط المشاط دا طبعا بيكون بمشاط ساي ما عنده حاجة بيخدم الشيخ في واحد شايل بريق فيمتا واحد مشاط واحد بعصر كرعين الشيخ فيمتا واحد بعصر رقبتا الشيخ وبعدين خليه جيوسوفي أطرد على الكلام دا لشأن نوريق لي من الكتب دي هنا والله إلا تقوم جاري فيمتا قال والمشاط مشط قابلته طيرة بكوة البيت فسكسكت فسكسك هو لها الطيرة سكسكت ليه والشيخ سكسك للطيرة شيخ ضاري بحاجة ولا جن ها سكسك للطيرة كويس مشى قدام فصلت معاه والله زي ما قال له هنا كويس قال فسكسكت فسكسك هو لها كويس فطارت وداك المشاط لسه قاعد بعين ونطط عيونه كده فيمتا جا واحد تاني جا الطيرة تانية قاله في نفس الحتة فسكسكت فسكسك هو لها دي برضو سكسكت والشيخ برضو رد على الشيخ برضو سكسك ليه قال بعد ما طارت طبعا الحوار الولى ديك مشاكي ده قال الشيخ بسكسك الزكر لغني أو شيء لكن قد نرى قال له قال له قال ثم جاء الطيرة أخرى فسكسكت فسكسك هو لها فقال المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وإن قلت له قالت لك شنو قال دوا الدبرك وبتعشوش عقدت لهما يا رجل تعقل سائتا قال جاء رجل منه أول حاجة تعال يا شيخ تعال هنا قال جاء رجل منه انت تكلفوك إنك تعتقل للطير كويس وباقي الطير دا عايش كيف دا عايش سائء يعني يا رجل فرين يا رجل شغل بتعليب دا دا دين بتعليب ثاني ما يجي كو سين دافعنا الجماعة دل فيهمت كلامي ولا صار سنة ولا غيره صار سنة برضو دا السين من النقاط برضو أنا أختيم بها اللي هو النقاط اللي بسببها انحرفوا بسببها انحرف الناس عن التوحيد السقود عن الباطل وده بتلقوه من دعاة آه الإخوان المسلمين ده برضو بخلي الناس يقعوا في الشرك إنه الناس ساكت عن الباطل ساكتين جماعة الإخوان المسلمين دل طبعا ما عندهم مشكلة حتى مع اليهود ذاته ما عندهم مشكلة كلام ده قاله حسن البنة هنا حسن البنة قال قاله اعلموا أيها الإخوان أن دعوتكم هذه ليست موجهة ضدين من الأديان ولا طايفة من الطواف حتى اليهود والنصارى ما عندنا مشكلة قال معهم دير الأخوان المسلمين ما عندهم حاجة فينته قال حتى اليهود والنصارى ما عندهم مشكلة معهم شكتها الغرضاوي كراças من رؤوس الإخوان المسلمين آه مجرم قاعد هنا في قطر الغرضاوي قال نحن خلافنا مع اليهود والنصارى إنما هو خلاف أرض خلاف فلسطين إنما هو أرض وإذا رجعت الأرض خلاس ما في حاجتان فينته ده 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 في النهاية ما عنده خلاف معي يزول فديل ما بيحاربوا لأنه ما عندهم خلاف أصلا في العغاية دي فما بيحاربوا ما بيحاربوا أهل الباطل في إمتى ومن هؤلاء الذين يسكتون عن الباطل وعن أهله آه جماعة أنصار السنة المحمدية بشقيها الثلاث أنا أقول الثلاث وأما إمال الثلاثة لأن الجمعية برضو معام في الفكر في إمتى أنصار السنة الإصلاح وأنصار السنة المركز العام وأنصار السنة جمعية الكتاب والسنة الجماعة دي كده أمشي مساجدهم أمشي مش تحضر انت ما حدث مع توحيد أصلا لقين كده قوم انت تتكلم في التوحيد شوف الناس دي بيسهوا لك شون ما عليك انت ممكن تتفاجأ يا طالب وحتى تكون جديد وتقول الناس دي جابوا لكلام دي وأنصار السنة دي ما هم بيحاربوا الصوفية وأنصار السنة معروفين ضد الصوفية وكده أنصار السنة الآن باعوا الشغلة دي باعوا مرة واحدة في إمتى عشان كده عندهم كلام برضو نحن بيجيبوا لك مكتوب كلام رئيسا صار السنة المركز العام جناح المركز العام ده رئيسهم ده رئيس الجماعة فوق ما أفزل بيفتح خشمه ما أفزل بيكتر يفتح خشمه الرئيس الجماعة ده قال اللي هو اسماعيل عثمان الماحي لما انسألانه الصوفية قال موجودين جوى الغرآن جوى الغرآن موجودين قال قابلوك كده يتب تقرى الغرآن حصل قابلوك في رمضان ولا يا حي صوفية ده اللقوك في الغرآن ده قال جوى الغرآن موجودين ده لنصار السنة انت راجي تاني منصار السنة يتكلم عن الباطل وعن الشرك وعن الصوفية هم قالوا جوى الغرآن موجود المزيح الكاتب اللي كان عمل معه اللغة زنق وزيادة قال له زهر الطرق في الأولى الأخيرة وهذه الطرق تدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة قال له زهر قلت لك جوى الغرآن موجودين فهمت جوى الغرآن قاعدين لذلك محمد دادا اللي هو إسماعيل عثمان الماحي كويس كرم رئيس الطريقة السمانية شأنني وريك أنه العلاقة حميمة جدا بين جماعة انصار السنة المحمدية والصوفية لكن نحن بنرجمهم كلهم صوفية انصار السنة أخوان مسلمين كلهم بيترجموا لأنه هنا ده غرآن ما بعرف لك صوفي ما بعرف انصار السنة خالف الكتابة بديقين شيخ كله خالف الكتاب والسنة في النهاية يرد عليه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم موكرا فليغيره فديل ما عندهم علاقة أصن بيدعوة للتوحيد جماعة انصار السنة إذا ما شايت تكلمت كلام زي ده فتحت كتاب الختم ده محمد عثمان مرغني في في مسجد ده انصار السنة أول ناس بيستحضروا انصار السنة زاتهم أول ناس أول زول بيكورك ده تلقى انصار السنة ديقين كبيرة ما دار الكلام ده ليه لأنه قال لك نحن أخوان والعلاقة واحدة في عمتة كلامي ولا خلاف بيننا وما يصار من خلافات بين الصوفية وانصار السنة قال ده كلام ساي ما في خلافات ما في خلافات صح ما في خلافات لأنه انتوا برضو ديقيتوا تبع جماعة الأخوان المسلمين فما عندكم خلاف لا مع صوفية ولا مع غيرهم من الطواف المنحرفة إذا أقول لما ذلك دلزاتهم عقشوا الأمة وهؤلاء يسكتوا عن الباطل وهذا السبب الرئيسي لانتشار شنو لانتشار الباطل في إمتى والكلام بطول أكتر من كده لكن أنا أفتح فرصة للنقاش والحوار أفتح فرصة فرصة مفتوحة للحوار والنقاش والأسئلة والاستفسارات مفيزوا لدي سؤال ولا استفسار فرصة مفتوحة ترجمة نانسي قنقر